قال المصنف رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم وهذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في سنة رابعة من سنة الأذان مر معنا ثلاث سنة وهذه السنة الرابعة من سنة الأذان قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه هذا ورد في بعض رواية الحديث الثابتة ما يدل أنه يقال بعد الشهادتين في الأذان لو يقال بعد الشهادتين يعني بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله قبل حي على الصلاة هذا موطنه هذا موطنه فإن لم يتيسر ذلك يأتي به بعد الأذان إن لم يتيسر لأن أحيانا بعض المؤدنين يسرد الأذان سرد فما تستطيع أن تأتي إن جئت به فاتك حي على الصلاة أن تقول بعدها لا حول وقوته من سرعته في الأذان فلا تستطيع إذا لم تستطع تجعلها بعد الأذان ولكن إن هناك إن تمكنت أن تأتي بها بعد الشهادتين فهذا موطنها هذا موطنها الذي جاءت به ألا السنة تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأنه محمدا عبده ورسوله في بعض الروايات وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا هذه الثلاثة تسمى الأصول الثلاثة وفيها أفرد الإمام محمد وعدهاب الرسالة العظيمة التي نفع الله بها عبادة من شاء من عبادة رسالة معروفة بالأصول الثلاثة الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ومعرفته دينه ومعرفته نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الأصول الثلاثة وهي التي يسأل عنها العبد إذا أدرج في قبره كما ثبت في الحديث يقال من ربك ما دينك من نبيك يسأل عن هذه الأصول الثلاثة فسبحان الله مع كل أذان يجدد العبد الإمام بهذه الأصول وهذا من المعين للعبد على الثبات عند السؤال إذا سئل في القبر من ربك ما دينك من نبيك هو كل يوم يستذكرها خمس مرات يوميا يستذكر هذه الأصول يجدد الإمام بها مع سماع الأذان كل ما يسمع الأذان يجدد الإمام بها فهذا فيه معونة على التثبيت عند السؤال عندما يسأل في قبره من ربك ما دينك من نبيك هو يوميا يجدد الإمام بها خمس مرات وهذا ما يؤكد أهمية العناية بهذا الذكر عند سماع الأذان أن تقول رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا قال غفر له ذنبه الآن سبحان الله مع سنن الأذان انظر ماذا اجتمع لنا الشفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر وكما في حديث جابر ودخول الجنة كما في حديث عمر في صحي مسلم من قلبه صدق صادقا من قلبه إلا دخل الجنة دخول الجنة وهنا غفران الذنوب غفر له ذنبه فانظر هذه الفضائل التي ما ينبغي للعبد الناصح لنفسي أن يفرط فيها وأن يضيعها نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر